بدني أعرف من حضرك إزاي قدرت تجمع كل المقتنيات دي وهل مثلاً في مقتنيات تخلصوا منها الورصة أو بعوهم مثلاً وحضرك قدرت تجمعهم تاني ده حصل إزاي لإن أنا شايف حاجات قديمة بجد جداً تاريخ أنا هصدمك باللي أنا هجمعته ده مش واحد على مية يعني ده لو حبينا نشوف اللي كان عنده فعلاً والنسبة وتناسب لا ده مش واحد على مية من اللي حصل بالضبط طيب فين بقيت الحاجات بقيت الحاجات للأسف يعني تفرقت دمها بين القبائل وتوزعت في كذا حتة إن شاء الله ربنا سهل الفترة اللي جاية يمكن يبقى فيه مفاجأة قريب إن شاء الله بحاول أسعى يعني ده لكن للأسف مهما حاولنا نجمع مش هنقدر نجيب زي ما كانوا بيقولوا كده التراث الكامل طيب الحاجات دي راحت فين؟ يعني توزعت في أماكن مختلفة فين؟ على حسب معرفت على حسب معرفت إنني بعد ما تم إعلان الوراسة وجي لمجلس الحزبي وفتحوا وراحوا الأماكن بتاعت بتاعت سمير صابري جم الوراسة اللي هم أولاد عمامته أو أبناء أبناء عمامته خدوا الحاجات المهمة مش بالنسبة لهم اللي هو الساعات الخواتم الفلوس واسابوا الباق قالوا مش عايزين كل ده الحاجات اللي مرهيش مثلا قيمة مادية بزرط هم على ما يبدو إن هو ما كانش بيحبوهم أو هم ما كانوش بيحبوهم فأنا يعني عايز أقول لي كده شامل ريحة ما يبدو انتقام منه مش مهم طب ليه بتقول انتقام؟ لأن التبديد ده مالوش مبرر لإني انت عارف ومتأكد إن هذا الرجل كان يعني شيئا في التاريخ الفن المصري طبعا يعني بلاش بلاش مثلا هنقول هو فيه لجنة بالمنازمة وشكلة من وزارة الثقافة لفحص المقتنيات دي وضمها لي مدحف السينما المزمع إنشاؤه هو ما فيش حاجة بس ما فيش حاجة حصلت انتوا عارفين انه فيه تمام من وزارة الثقافة بالموضوع وانه فيه بعض ممكن يكون تكاسل أو تقاعص وانه هو يعمل ده طب كلموا صلاة كلموا الإعلام يعني لو رحتوا لأي حتة قلتوا تعالوا شوفوا حاجة دي هنجلكم طبعا فما علماء هم هم بش فيد مخهم الموضوع فسابوه يعني تركوه